متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة في موضوع النهاردة جاي أتكلم عنه موضوع شوية مختلف عن التحديثات أنا مش هتكلم عن التحديثات أنا عايزة أتكلم عن حاجة مهمة جداً وكنت شفت ده قبل كده في التعليقات والتعامل مع Large Language Model بشكل عام ببعض الأحيان بنظلم الموضل اللي هو LLM أو Large Language Model اللي احنا بنستخدمه نقول عليه غير جيد مش بيدينا نتائج جيدة أو في بعض الأحيان بنبقى شايفين إن الموضل ده أفضل من الموضل ده مدى حكمك على الموضل قبل كده قلتلك بحاجتين كEnd User أنا مش برو جرامر أنا End User زي زيك بالظبط لما باجي أقرأ شوية عن الموضل بأن أنا بقدم ده لك على القناة فلازم أقرأ عن الموضل بيهمني في الموضل الجزء المتعلق بالتوكنز بتعامل مع توكنز قد إيه اللي هو الـ Context السياق وأيضا الـ Parameters وقلت قبل كده الحكم على Large Language Model سواء كان شايف جي بيتي جيميناي كلاد غيره من خلال التوكنز وأيضا من خلال الـ Parameters ولكن النهاردة أنا هركز على التوكنز والسياق اللي أنت بتديه اتكلمت قبل كده وقلت أنه وان توكن approximately تقريبا حوالي 0.75 من الكلمة يعني كل واحد توكن بيساوي حوالي 75 من 100 من الكلمة فهنا التوكنز مختلفة عن الـ Word فهنا أكيد كلما كان Large Language Model بيتعامل مع توكنز أكتر كلما كان أفضل بس هل إدخال التوكنز أو تعالوا أنا أقولها بشكل أبسط الـ Information والـ Data اللي أنا بدخلها من خلال الـ Context ويندو هل ده بيكون فعال أكتر وأكتر إيجابية في الحصول على Better Results أو نتائج أفضل ده مش شرط من المفترض إن أنت لما بتيجي تدخل Context أو سياق أو الـ Data اللي أنت عايز تدخلها عشان تحصل على نتائج تدخلها وتراعي وإنت بتدخلها مش طولها وكميتها لأ تراعي إن أنت تكون بتدخل معلومات مظبوطة زي بالظبط لما أجي أقول لـ Large Language Model لو على سبيل المثال Shad GPT هخش هنا هبتدي أكتبله أنا عايزة إيه فهكتبله إن لو أنا مثلا بدور على مطاعم معينة في سكندرية مثلا فمش هخش أقول له أنا من سكندرية وعايزة من أشهر المطاعم إيه هي وخلاص لأ أنا لازم أكون محددة أنا مثلا من سكندرية وبحب traditional food أو الأكل التقليدي أديني مطاعم بتقع في منطقة كذا والمطاعم دي تكون البودجت اللي معايا كذا يعني أنا معايا مبلغ كذا ومش عايزة مطاعم بتقدم حاجات أغلى من ده وأبتدي أديله المعلومات الصحيحة اللي على أساسها هيديني البحث الدقيق فلازم تكون إنت وإنت بتدخل الديتا عشان تحكم عن نتائج لازم تكون بدخل الديتا بشكل صحيح وبشكل دقيق ما تسيبوش عايم ما تدهوش بيزيك برومت أو أمر بسيط لأ أنت لازم تديله أمر بيكون كومبليكيت شوية مش منسميه معاقد شوية ولكن تديله معلومات فيه أو الإيمبوت اللي أنت مدخله يكون كويس عشان تحصل على نتائج أفضل وكويس ده معناها أنت بتدخل الديتا بشكل أكثر دقة وصحة أنا مش هستخدم شجي بتي عشان أبين لك وجه نظري أنا هستخدم AI Studio من جوجل وده عشان عايز أشرح حاجة مهمة بعض الناس بتقول أنا برفع PDF عدد معين من الصفحات أو برفع عدد من ال PDF وببقى عايز أحصل على معلومات بلاقي أن المعلومات اللي ما بتبقاش دقيقة بشكل كبير أو بيغفل جزء مهم من المعلومات ما جابش سرته خالص فإيه المشكلة بتكون المشكلة فين أولا زي ما قلتلك في الأول اللم بيتعامل مع التوكنز على سبيل المثال أنا هنا على جوجل AI Studio هنا على موضل اسمه Gemini 1.5 Flash التوكن كاونت بيتعامل لحد السياق اللي هو الكونتكست ويندو في المحادسة الوحدة يقدر أنه هو يتعامل لحد مليون توكنز طبعا دي حاجة جميلة جدا فبالتالي طول ما أنا بدخل data هنا أنا عايزك تتخيل بقول له مثلا hello مثلا لسه بقول له hello فحيبتدي هو يرد علي بhello طبعا يعني هذا اللي هو حيلهولي أتأكد بس أن أنا وقفة على إزاي ساعدك وخدت بالك أنا قلت له hello فقال لي إزاي ساعدك قدقيه كده توكن تم استهلاكها 17 أوكي هنا حبتدي أقول له حقول له مثلا I want to learn more about how to start learning programming أنا عايز مثلا أعرف إزاي بتدي تعلم programming فحيبتدي زي ما إحنا شايفين حيبتدي يديني text زي ما إحنا شايفين دي الإجابة عايزك بقى تلاحظ أن إنت هنا التوكنز بقيت قد 190 وهكذا كل ما حتدي له سؤال ويجاوب عليه التوكنز هنا بتبان عندك العادية مش بتبان لكن هنا مثلا AI studio from google علشان ده انت بتختبر في large language بتاعك فبيبان التوكنز طيب أنا عايزك تبقى فاهم حاجة مهمة جدا إن أي large language model ملهوش ذاكرة معندوش memory هو بيفهم من السجل من history أي محادثة ما بينك وبين large language model بيبقى فيه زي history يعني حرجع مرة تانية كده شات GPT عشان تشوف أكتر هنا مثلا أنا فتحت أحد المحادثات اللي تمت ما بين يوم ما بين شات GPT المحادثات دي كلها لو أنا هنا يعني كملت معي أو سألته سؤال فالإجابة اللي هتلقاها هتكون بناء على السجل اللي موجود فأنا كده كأني بعمله بحفزه فبيبتدي بص في السجل هي من خلال السياق اللي انت عطته له أو ال اللي هو بيتعامل معي في حاجة بس مهمة حابة أن أقول لك أن وجد من خلال البحث أن معظم أو يمكن كلها مش بتقدر أنها تتعامل مع ال اللي موجودة في النص بشكل دقيق زي المعلومات اللي انت بتدهالها في الأول أو في الآخر بمعنى إيه في البيبر البيبر دي اسمها Lost in the middle how language models use long context إزاي اللارج language موديل بتتعامل مع الصياق الطويل فهنا الأبحاث اللي عملوها كانت على جي بيتي 3.5 تيربو طبعا هي قديمة شوية وجي بيتي 3.5 تيربو أو 613 ما علينا بكل الحاجات اللي هي التكنيكل دي والممكن تكونت بان معقدة شوية لو خدت بالك مثلا في شارت زي دا ما بين الأكرسي الدقة وعدد الملفات اللي هو بعتها نفترض كده انت جيت رفعت 10 ملفات 10 pdf فالدقة اللي بيتعامل فيها ال l l m مع هذين الملفات بتكون في الأول والآخر في النص في معلومات ممكن هو أصلا ما يبصش فيها أو ما يعرفش يتناولها أو نفترض مثلا انت حضرتك في ال context بتاعك pdf رفعه طويل جدا نفترض انحنا هنتعامل مع pdf واحد طويل جدا هو مركز دايما في الأول وفي الآخر في النص بيبقى البحث عن البيانات الدقة بتاعته بتقل نفس الكلام انت بترفع 10 documents وهنا مثلا كان في 20 documents عبارة عن 20 documents أو مستند مستندات واخر 5 مستندات بشكل أدق أفضل وليديك المعلومات الصحيحة جدا فيها فهنا انت لو اهتميت بجودة المعلومات اللي انت مرفاحها ومركز ان الحاجات المهمة أو انت بترفع pdf اكتر من pdf مثلا فحاول ان انت دايما تخلي المهم بالنسبالك في الأول وفي الآخر حاليا هما بيشتغلوا على الموضوع ده في ريسورش تاني الاولان اللي هو كان جامعة ستانفورد لكن التاني جامعة او اكديمية اسمها في شاينة دول شغالين على بحث بيحاولوا ان هما يحسنوا الجزئية دي ويحاولوا قدر الامكان ان الل او يقدر ايضا يبحث في المنتصف الخاص بالمستندات او المستندات الطويل السياق اللي في النص يكون ايضا مهم علشان يزودوا الدقة مش عايز دخلك في تفاصيل يعني تقيلة انا موضوع ده تعرضت بالصدفة اتناول معاكم بالذات اللي بتقدر ترفع فيها عدد كبير من ال ويدي افز مثلا وبتبقى عايزه انه يديك سامري اختصار تعمل منه بحث فلازم تكون واخد بالك ان انت تركز الحاجات المهمة دايما في الاول وفي الاخر في رفع البي دي افس مثلا وتخلي اللي في النص الحاجات اللي مش مهمة او بالنسبة لك يعني كنوع من انواع الحلول وفي نفس الوقت العلماء شغالين على الموضوع ده انهم يحاولوا يحسنوا وصول للمعلومات الموجودة في او الصياق الموجود في المنتصف اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفوتوك فريو زي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش لايك وشيروا الكممنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته